بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معاكم مستر احمد الباشا ان شاء الله نبدأ مع بعض لسنون في اكسس تو لسنون بعنوان جيف كيربي وجيف كيربي هو عبارة عن ساينتست وإكلوجست يعني هو عالم في البيئة وفوتوغرافر يعني بياخد صور ويعمل تصوير للطبيعة والمناطق الطبيعية يعني هو بيشتغل على فكرة اخراج الصور والمعارض الخاصة بالتصوير وكمان هو باحث في علوم الطبيعي يعني هو بيحب فكرة ان هو يدرس الانيميل والطبيعة وكذا يعني ايه فوتوغرافينج اكسيبديشنز يعني ذي ار تريبس هي عبارة عن رحلات تو بلايس وير وان تيكس فوتوغرافز او ان اريا يعني واحد بياخد صور ليه المكان اللي احنا فيه طيب مستر كيربي مينلي فوتوغراف لانسكيبز اند انيميلس هو بيحب دايما يصور اللانسكيبز الليه المساحات الخضراء والطبيعة وكذا ويهي الانيميلس يبقى هو عبارة عن ايكولوجيست اند فوتوغرافر ازاي هو بيحضر للرحلة بتاعته يعني هو ازاي بيتحرك ويروح ليه المكان اللي هو عاوز يروح وبيعمل ايه هناك وبيخطط للرحلة ازاي مستر كيربي كونسيدر بيبتدي يقرر او يخطط بيقرر الحاجات اللي جاية بيحدد بالظبط هو رايح فين يبقى مثلا احنا رايحين رحلة نصور مثلا الافيال مثلا لازم نقرر كويس هو احنا رايحين فين المكان اللي احنا رايحينه ثانيا where he is going to do there يعني رايح تعمل ايه رايح تصورهم رايح مثلا تصور الاماكن اللي هم بيعيشوا فيها وهكذا ببعض he is going to do there how he will carry out his work securely ازاي هيعمل الشغل بتاعه بامان في مكان مثلا اامن مفيش مثلا اني مالس يتهجم عليه مفيش حد يسرق منه حيا كبه he travels with his camera هو بيسافر بالكاميرا بتاعته several cameras lens بيبقى عنده عدسات للتصوير باتريس بطريات عشان نشحن الكاميرات دي laptop and hard drive he uses his phone to take quick photos بيستخدم الفون بتاعه عشان ياخد صور سريعة and navigate with gps mapping tool يعني لما يحب يتحرك بيتحرك بيه الجي بي اس طيب هو بعد ما بياخد الصور بيعمل ايه يعني هو بعد ما بيصور بيبتدي يعمل ايه what does mr kirby do with images he takes بيعمل ايه بالصور اللي هو خدها at end of each day بعد نهاية كل يوم mr kirby packs up بيبتدي يرجع all images he has taken with his camera or drawn onto two external hard drives يعني هو بعد ما بيصور خلص بيبتدي يخزن ال data بتاعته دي على two external hard drives ايه ال external hard drive ده هو عبار عن زي tool صغير واحنا درسنا الكلام ده قبل كده بتخزن المعلومات بتاعتك على disk والديسك ده انت بتستخدم ال data دي لما بتحب تستخدمه في اي وقت if he needs to share لو هو حابب يشارك any photos لو عاوز يشارك اي صور with colleagues مع اصدقاؤه immediately يعني في نفس الوقت انا صورت مثلا صورة لظرافه و الظرافه عجبني جدا عاوز ابعتها الوقت حالا لحد تاني he uses cell phone applications and animals بيبتدي يستخدم مثلا واتساب عشان يبعت الايه الصور بتاعته دي how can photographers protect their work ازاي ان هم بيحموا الشغل بتاعهم انا مثلا صورت صورة حلوة جدا ما هم ممكن واحد يجي ياخد الصورة دي ويقول دي بتاعتي فاهم الفكرة ازاي انا احمي الشغل بتاعين قال لي بنحط علامة watermark كده on their food يعني مثلا انا لما بعمل منزمة بتلاقيني حطط ايه بالعرض كده اسمي على البوركليت دي او المنزمة دي ايه الهدف من الووترمارك دي الهدف منها ان انا لو حد جي خد المنزمة يعرف ان هي بتاعتي فباحمي الشغل بتاعي adding او add copyright information such as their name بيديفوا اسماءهم method data of each food يعني بيحط معلومات كل ايه كل صورة وبالتالي اول listen بيتكلم عن مستر جيف كيربي وهو عبارة عن ايكولوجيست زي ما احنا قلنا ويه فوتوكرافر ويتعلمنا ازاي هو بيعمل planning لترب او لرحلة هو رايح ان شاء الله نكمل فيه listen الجاي listen to وبقيت المنهك اصلا كله ان شاء الله يكون سهل اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق ونجاح كنت معاكم مستر احمد الباشا باي باي